أولا الرحمة للشهداء والشفاء للجرحة والتقدير للعراق حكومة وشعبا ومرجعيات دينية على هذا الموقف المتقدم في دعن القضية الفلسطينية على المستوى السياسي وعلى مستوى الاحتياجات وهذا الحراك الذي تقوم به الحكومة العراقية الآن مع المجتمع الدولي لإيقاف هذه الجريمة المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني عنوان هذه الجريمة هو التطهير العرقي الآن ما يريد المحتل هو تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه وفرض حلول سياسية تتجاوز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني لذلك تسمع الآن موضوع التوطين في سناء في مناطق أخرى تسمع عن حلول سياسية تنهي الإمكانية قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس تسمع عن أيضا بعض المواقف لبعض الدول الذي كشف القناع عن وجهها ولكن عودة إلى سؤالك حول الوضع الإنساني الوضع صعب جدا غزة مساحتها 365 كم مربع يسكنها حوالي 2 مليون وربع فلسطيني طلب من أهل الجنوب أن يرحلوا باتجاه الشمال ولا يتعرضوا للقصف يعني تجاوز منطقة الوادي ومع ذلك تصف كل غزة الآن مغلقة غزة بكل محيطها وبالتالي 2 مليون وربع هم تحت القصف المستمر الجوي والبري والبحري وبالتالي هناك قنابل تجاوزت قوة ما ضربت فيه هوروشيما تجاوزت صحيح تجاوزت بالكمية وبالتالي استهداف لكل الحياة ومركباتها للأبنية للمستشفيات للمدارس للمساجد للكنائس للمخابز الهدف هو حصار أوسع للناس هناك حتى يدفعوهم إلى ترك المكان والهجرة طيب الأنور الواطية في هذا المرفع سعادة السفير تتحدث عن إغلاق أو إنهاء عملياتها يوم غد بسبب عدم وصول المساعدات طيب إذا وكارات الإغاثة توقفت كيف سيكون الوقت؟ أنا أبدأ أقول لك إحنا فقدنا أكثر من 5000 شهيد حتى اللحظة حوالي 15 ألف جريح عنا حوالي 2000 شهيد تحت الأنقاض ما زالوا حتى اللحظة خلال اليومين الماضيين حوالي 400 ضربة جوية إسرائيلية على غزة